موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أنا الدكتور مصطفى الحمامي أستاذ لإجراحة القلب والصدر في كلية الطب جامعة اسكندرية هاخد بعض دقائق أستغل لها في توعيد البابلك والمرضى للوقاية من أمراض القلب والتعليمات اللي احنا بندهالهم تحضيرها للعملية وما بعد إجراء العملية في الأول أحب أقولي أن أمراض القلب سبب تنقسم لقسمين الكبار وما دول أكثر الأمراض شيوعا عندنا اللي هي أمراض اللي سمامات القلب سمام متراليا أو أورتي أو سمام الثلاث الشرافات والجزء الثاني من الأمراض الأكثر شيوعا هي الأمراض الشرين التاجية اللي بتصيب المرضى بضيق في الشرين التاجي وانتج عنها زبحات صدرية وزبحات صدرية الغير مستقرة والمتجررة وتنتهي بجلطات في القلب إذا كنا هنوجه توعية للناس للوقاية من هذه الأمراض فبالنسبة للشرايين التاجية نحن تعمل بنقول أن الشرية التاجية دي لها عوام الخطورة تشمل جزء منه جيني وجزء بيتناقل بالوراثة جزء الثاني وارتفاع نسبة الدهون ارتفاع السكر في الدم الضغط النفسي والضغط العصبي زيادة ساعات العمل قلة المجهود السمنة الزائدة كل الحاجات دي بتؤدي في الآخر إلى تراكم الدهون داخل الشرايين التاجية بالقلب وبتمهد لحدوث الجلطات والذبحات الصدرية والجلطات القلب فالتوعية فيها بسيطة الناس تحافظ على وزنها على قدر الإمكان تمتنع على التدخين المدخنين عندهم فرصة حوالي ست مرات أكتر من غير المدخنين لحدوث جلطات في القلب إذا كان المريض عنده سكر وفيها نسبة كتير جدا من الناس بما عندهم مرض السكر مش معنى كده أنه هيجيله جلطة في القلب ولكن يجب التحكم في نسبة السكر وبدقة يكون بيتابع مع الطبيب بتاعه يقلل المأكلات اللي فيها كاربويدريت واللي بتؤدي لارتفاع نسبة السكر يواظب على العلاج بتاعه يقيس السكر من الحين والتاني المحافظة على نسبة السكر لوحدها دي نوع من الوقاية لازم برضو ما ننساش أبدا أن البناء آدم يمارس نوع من الرياضة واللي يكون عشر دقائق خمس عشر دقيقة نوع من المشي حتى من التمشية ويتحكم في وزنه لو هنقدر أن نقلل العامل الخطورة في النهاية تقليل هذه العامل بتاع الخطورة هتؤدي لحد كبير من الحد من المرض الوقاية منه أو حتى لو واحد عنده هذا المرض هيحد من انتشاره ومن زيادة وحدوث الأعراض بتاعه الجزء الثاني هو السمامات مرض السمامات عندنا في مصر عددهم كبير وخاصة الأطفال الصغارين في السن الصغير يمكن من أول خمس عشر سنة عشرين سنة وللأسف هو بيجي في سن اللي هو العمل والإنتاج الوقاية منه هو انتشاره نتيجة الحمرومتزمية الوقاية منه بسيطة جدا يجب الكشف المبكر وعلاج الحالات اللي فيها المكروب السبحي اللي بيسيب بالتهابات اللوستين والتهاب الحلق وده بيروح لغاية لسمامات القلب ويؤدي إلى حدوث الأمراض بتاع سمامات القلب لازم نكشف مبكر لازم نعالج مبكر هنقي الأطفال بتاعنا من هذا المرض ولو جاه لا قدر الله يجب المواظبة على ان احنا ندي حاجات للأدوية زي البنسلين تولي المفعول كل شهر علشان يقلل من تطور المرض عند الأولاد دولت وما يجي لهم اشتلف السمامات الوقاية ده ما اللي بنقول الوقاية خير من العلاق طب لو وصلنا المرحلة خلاص متقدمة وابتدى يحصل هذه الأمراض وابتدينا نحتاج التدخل الجراحي في هذه الحالة برضو لازال المريض يجب ان يكون عنده ثقافة التعامل مع هذا المرض او التعامل مع العملية وما بعد العملية مرضى السمامات يجب عليهم انهم يوظبوا على انهم يتناولوا أدوية السيولة يوظبوا على إجراء التحليل بتاعت السيولة عشان يضمنوا نسبة سيولة كافية لمنع التجلط على السمام المرضى جراحات الشرعين التاجية لازم يحافظوا برضو على وزنهم مرة تانية يقللوا نسبة السكر يمتنعوا تماما على التدخين سواء التدخين الإيجابي أو التدخين السلبي الوزن بتاعهم يجب انهم يتحكموا فيه ويوظبوا على استخدام الأدوية اللي هتساعدهم على ان الوصلات الشرعينية اللي احنا بندها لهم تفضل عايشة فترة طويلة مرة تانية نتمنى يعني صحة جيدة لمواطنيننا ولمرضانا وكل الشكر لهذا اللقاء شكرا جزيلا اشتركوا في القناة